تفشي جائحة كورونا المستجد هي مصدر قلق عالمي وخطر يحدق بالإنسان وفي ظل توسع رقعة هذا الوباء تتأهب السلطات الصحية في البلاد لاحتواء هذا الفيروس طبعا في هذا الصدد تمثل الإجراءات الاحترازية للتصدي للمصابين فارقا بين الحياة والموت لعدد كبير من الناس فمن خلال إرسال فرق الاستجابة السريعة يمكن الحد من عدد المصابين بهذا الفيروس لذلك تعمل وزارة الصحة بكامل طاقتها لتتبع حالات التقص الوبائي والحد من انتشار الفيروس القاتل نتابع على الرغم من الإجراءات الاحترازية والجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية المساندة لها للحد من انتشار فيروس كورونا دخلت البلاد منعطفا جديدا حالات التقص الوبائي خطر داهم لحالات لا يعرف مصدر إصابتها بالعدوى قد تكون نقطة تحول في انتشار هذا الوباء هذه مرحلة جديدة لا تعني التفشي بشكل مجتمعي يجعلنا نشعر بالهلع لكن تعني ان احنا الان في مرحلة حساسة وتحتاج من احساس اكبر بالمسؤولية حتى لا نصل لمرحلة التفشي وعدم السيطرة تحذيرات وزارة الصحة تؤكد ان عدم الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية قد يفاقم عدد الحالات تزايد عدد حالات التقصي الوبائي في مجتمع معين قد يعكس انتشار هذا الفيروس في منطقة او مناطق معينة في هذا المجتمع لذلك احنا دايما نحرص على اتباع اجراءات الوقاية طبعا احنا وزارة الصحة والاعلام كذلك يحرصون على اتباع اجراءات الوقاية بحذافرها اهمها اللي انا احرص عليها هو التباعد الاجتماعي او السوشال ديستنسي وتعكف وزارة الصحة عبر فرقها الميدانية على حصر حالات التقصي الوبائي وجميع المخالطين لهم للحد من تفشي هذه الجائحة على نطاق واسع قاعدين يحصلون جميع الحالات المؤكدة لكورونا فيروس ويحصلون جميع مخالطينهم عندنا قاعدة بيانات في جميع الحالات وجميع المخالطين لهم الآن من خلال عمل هذه الفرق الميدانية نستطيع الوصول لمصدر العدوى لأي شخص كان اتباع ارشادات وزارة الصحة الوقائية عن طريق التباعد الاجتماعي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد أوقات الحظر الجزئي سبيلان للنجاة من عدوى فيروس كورونا وتخفيف العب على السلطات الصحية في البلاد ترجمة نانسي قنقر